الرئيس الروسي فور تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا كان بيقتصر فقط لغير لمواجه الدول النيتو على المصاري العسكري هما بيلعبوا عسكرة هو كمان بيلعب أيضا على المستوى العسكري النتيجة حقق طبعا امتصارات غير عادية لما بدأوا يهددوا بطريقة غير عادية ويدعموا أوكرانيا بشكل مباشر بأسلحة متطورة نشر الأسلحة النووية في قلب دولة بيلاروسيا الحليف الاستراتيجي له وكانت الأسلحة النووية الروسية على حدود كل دول أوروبا منذ أيام قليلة بدأت دول أوروبا تشاور وتحاول أن هي تطرح إمكانية إرسال قوات عسكرية مباشرة لدولة أوكرانيا على أساس أن هما يدعموا أوكرانيا في مواجهة فلادمير بوتين لأن هما قالوا بالحرف الواحد لن نسمح بأي حال من الأحوال أن الانتصار بصفة نهائية يكون حليف فلادمير بوتين وإلا هيبقى وعتنا سوداء فلادمير بوتين منذ ساعات قليلة وحسبما أشارت تقارير استخباراتية نشرتها عدد من وسائل الإعلام الدولية قرر يستخدم سلاح جديد من نوعه جدا ويلعب كل دول أوروبا على الشناكل حتلعبه؟ إحنا كمان أيضا نمتلك أدوات اللعب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر قلنا وأكدنا أن فلادمير بوتين رئيس روسيا هو الذي سوف يحقق الانتصار غير العادي في مواجهة كل دول النيتو على الرغم من أن دول النيتو والمساعدين والدعمين لها حوالي خمسين ستين دولة وبيمتلكوا قدرات عسكرية ونووية قلنا أو بررنا السبب عدة أسباب من بينها أنه هو صاحب الضربة الأولى بالإضافة إلى أنه مرتب أوراقه كويس جدا والأهم من هذا هو ذات أنه هو ظابط مخابرات على أفضل وأخطر ما يكون وبالتالي أوعى تتخيل أنك أنت تقدر تلعب بديلك مع مثل هذا الظابط خاصة وأنه هو مش رجل مخابرات عادي رجل مخابرات خاض معارك شرسة جدا في مواجهة كل دول أوروبا بلا استثناء أيام الاتحاد السوفيتي القديم ونجح وانتصر في مثل هذه المعارك لما أوروبا منذ أيام قليلة على لسان إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا اعترفت بعضمة لسانها أن هي بتفكر تفكير جدي أن هي تبعث قوات لأوكرانيا عشان تدعم أوكرانيا بشكل مباشر في مواجهة روسيا فلادمر بوتن قال لهم خلي بالكم أنت لو بعتوا قوات لأوكرانيا معنى ذلك أنتوا تدخلوا بشكل مباشر جدا في مواجهة روسيا وبالتالي هتصبح كل العواصم بتاعتكم هدف مشروع لنا ده حقنا أنت دخلت بشكل مباشر قبل كده أنت كنت بتدعم بشكل غير مباشر وكنا قابلين ذلك وكنا بنتعامل على هذا الأساس ثم فجئنا بأن هناك تقارير استخباراتية غربية بدأت تكشف السطار أن فلادمر بوتن بدأ يتحرك من أجل استخدام سلاح لم يكن يلجأ له في السابق نفس السلاح اللي كان بيستخدمه رجب طيب أردوغان رئيس تركيا في مواجهة أوروبا لما يتدايق منهم أو لما ما يستجبوش له سلاح المهاجرين غير الشرعيين بس روسيا هتقدر تستخدم السلاح ده بشكل خطير جدا حيث نشرت وسائل الإعلام الغربية تقارير مضمونها تترقب عدة بلدان حول العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة استحقاقات انتخابية متنوعة والتوترات شغالة لانتخابات شغالة التجهيز لها شغالة على قدم وساق وتتصاعد المخاوف الغربية من التشويش على تلك المواعيد سواء عبر حملات التزييف بالزكاء الاصطناعي أو عبر عمليات القرصنة ثم فيه تخوف غير عادي من روسيا والصين الاثنين اللي تقربوا من بعضهم بمعدلات غير مسبوقة فيه أعقاب أزمة روسيا وأوكرانيا والخوف الأكبر من الطرف الروسي حيث نبهت بعض الوثائق الاستخباراتية من احتمال أن تستخدم روسيا ميليشيات خاصة للسيطرة على طرق الهجرة إلى أوروبا وتسلحها لسيما أن روسيا بتتمتع بنفوذ وسيطرة على عدد من الطرق الرئيسية المؤدية للقرى الأوروبية ورأينا شرطة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي أطلقت تحذير شديد اللهجة أمس الأول من احتمال أن تكثف روسيا مع حلول الربيع جهدها لنقل المهاجرين لدول أوروبية وقالت أن استعمال الرئيس الروسي فلادمير بوتين هذا التكتيك من أجل زعزعة استقرار أوروبا حسب ما نقلت صحيفة التليجراف البريطانية قالت أن فلادمير بوتين هيلجأ للسلاح ده لمواجهة أوروبا لعمل نوع من الزعزعة فيها ويثبت بقى قالوا بالحرف الواحد أن فلادمير بوتين هيسلح الميليشيات ديت وهيدعمها بشكل كويس جدا ميليشيات ما هيش تبع روسيا بالمرة الميليشيات ديت هتقوم بدورها بحيث أن هي تاخد المهاجرين غير الشرعيين وتجمعهم من قلب المنطقة وتضخهم في قلب أوروبا واشتغل يا حلو مش أنت عاوز تبعثلي قوات بشكل مباشر لأوكرانيا هتضرب هنضرب هتولع هنولحها طبعا بشكل غير عادي صحيفة التليجراف البريطانية قالت أن فلادمير بوتين ممكن يسعى إلى نقل المهاجرين على حدود أوروبا سواء عبر الحدود الشرقية لروسيا أو من خلال وكلاء في الجنوب بما في ذلك إفريقيا مما يشكل تهديدا كبيرا للأمن الأوروبي عام 2024 يعني أوروبا أصبحت دلوقتي في حسبيس ما تسألنش يعني يا حسبيس احنا بنقولها عندنا كده في مصر أظهرت وثائق استخباراتية بالتفصيل خطة عملاء روس لإنشاء قوة حدودية قوية قوامها 15 ألف رجل تضم ميليشيات سابقة في ليبيا للسيطرة على طرق تدفق المهاجرين نحو أوروبا قالت المصادر لعدد من وسائل الأعلام الأوروبية إذا تمكنت روسيا من السيطرة على طرق المهاجرين إلى أوروبا فيمكنها السيطرة بشكل فعال على الانتخابات لأنه يمكنك تقييد منطقة معينة أو إغرقها بالمهاجرين من أجل التأثير على الرأي العام في وقت حارق جدا وهو وقت الانتخابات في قلب الكثير من دول أوروبا روبرت جينريك وزير الهجرة السابق في بريطانيا قال أن خصوم بريطانيا بدأوا يستخدموا ملف الهجرة كسلاح وقال أن ذلك حدث على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا بيلاروسيا المنتشر فيها السلاح النووي الروسي اللي هي الحليف الاستراتيجي لبولندا لما بولندا بدأت تلعب بدلها وبعض دول أوروبا بدأوا يلعبوا بدلها فقام فلادمر بوتين بنشر الأسلاحة النووية في قلب بيلاروسيا النتيجة أصبحت كل عواصم الدول الأوروبية في مرمى صواريخ فلادمر بوتين كان هم بيخططوا أن يحطوا الأسلاحة النووية بتاعتهم في قلب أوكرانيا فلادمر بوتين قال مستحيل لن أسمح بأن تكون موسكو في مرمى صواريخ الناتو بأي حال من الأحوال وحدث ما حدث سنة 2022 في 24 فبراير 2022 اجتح أوكرانيا وقال طالما أن أوكرانيا أصبحت شخشيخة وطرطور في إيد دول الناتو لا ساعتك أنا من حق أن أنا أقام من الحدود بتاعتي الروسية ونجح في ضم الأربع مناطق المذكورة سابقا لوجانسك دونتسك خيرسون زاباروجيا فأصبح البيئ اللي هو روبرت جينريك ده وزير الهجرة البريطاني السابق قال أن الكلام ده حصل على الحدود ما بين بيلاروسيا وبولندا ولتوانيا سنة 2021 وده أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار في المغرب العربي والساحل كله أنطونيو تجاني نائب رئيس الوزراء الإيطالي قال أن لدى بلاده معلومات استخباراتية بتفيد بأن المرتزقة نشطون للغاية وعلى اتصال مع عصابات الاتجار والميليشيات المهتمة بتهريب المهاجرين في ليبيا وقال قد حكومته باللوم في زيادة عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط على مجموعة فاجنر التي تتهمها بشن حرب هاجينة حرب مختلطة أوروبية روسية ليبيا هي دي الأسلحة اللي قرر رفلد مير بوتين أن هو يشتغل عليها خلال الفترة اللي جاية وطبعا ما كانش هيشتغل على النقطة دية لولا أن فعلا تصريحات إيمانويل ماكرون كشفت السطار عن إمكانية أن ممكن يبعثوا قوات لأوكرانيا طب إحنا دلوقتي متفقين مع بعضينا أن الحرب غير مباشرة وإنت بتدعم أوكرانيا وإحنا موافقين على كده ودمرناها لك إنت عاوز تحط قوات مباشرة وتواجهنا بشكل مباشر يبقى أنت أصبحت بتعلن الحرب في مواجعتي بشكل مباشر وتعالى بقى نلعب سوى مع بعضينا فقرر فلادمر بوتين أنه هو يشغل كل دول أوروبا مع نفسيها ويلبخها في طبعا بالسلاح الجديد فلادمر بوتين يخطط لإغراق الغرب بالمهاجرين وثائق سرية تدق أجراس الخطر طبعا اللعبة بالشكل ده هيحلو لأن فعلا فلادمر بوتين شخصية غير عادية وما هوش راجل طبيعي ده رئيس دولة بحجم ظابط مخابرات عقش